وكان جلالة الملك المفدى قد غادر العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من هذا اليوم مختتما جلالته زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية وأخير التطورات والمستجدات الرهنة على الساحتين الإقليمية والعربية وكان في مقدمة مودعي جلالته مع علي المهندس طارق الملة وزير البترول رئيس بعثة الشرف وسعدت الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وأعضاء بعثة الشرف